اشتركوا في القناة تم تنفيذها من خلال 54 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع الخدمات عقد اجتماع مجلس ادارة شركة نفط البحرين بابكو عن بعد برئاسة رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للشركة داود نصيف وخلال الاجتماع جرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المجلس والمتعلقة بمشاريع الشركة وعملياتها التشغيلية كما اقر مجلس الادارة بعض التغييرات التنظيمية على المستوى القيادي بالشركة والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من الاول من شهر يوليو لعام 2020 صعد سهم ارامكو السعودية بما يعكس الاداء القوي للشركة وتحسن اسعار النفط بمكاسب 20% منذ ادنى اغلاقا للسهم في السادس عشر من شهر مارس الماضي واغلق مؤشر سوق الاسهم السعودية مرتفعا بنسبة ثمانية من مئة في المئة بتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات و300 مليون ريال وقال ثلاثة من مديري الصناديق ان تعافي اسعار النفط ساعد في رفع اسواق الدين بالمنطقة قالت مجموعة عمل البنية التحتية السعودية لمجموعة العشرين ان التعاون مع المستثمرين المؤسسين ومديري الاصول من اولويات المجموعة في ظل جائحة كوفيد 19 كما وتطرقت المجموعة خلال اجتماعها الافتراضي الى تقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المستثمرين المؤسسين ومديري الاصول اشتركوا في القناة